منذ أكثر من أسبوع والمدن العربية في إقليم الأحواز جنوب غربي إيران تعجب المتظاهرين الناقمين على نظام طهران وممارساته وآخرها قطع المياه وترد الأوضاع المعيشية والخدمية في الإقليم العربي ممارسات أضيفت مؤخرا إلى جملة المطالبات السياسية التي طال تحقيقها بالنسبة لسكان الأحواز لعقود من الزمن حيث لا يرى سكان تلك المنطقة الغنية بالنفط والغاز والتي تؤمن 80% من ميزانية إيران السنوية أي حل يلوح في الأفق اشتعلت الأحداث بعد فشل مساعي عدد من السياسيين والوجهاء العرب في التواصل مع السلطات الإيرانية بهدف فتح مياه الأنهر لسقي مزارعهم وتأمين حياة المواشي في أهوار الحويزة والونج والفلاحية ما يعني زيادة خطر الجفاف والعطش الموجود أصلا في الأحواز رد النظام الإيراني كان بالرصاص الحي عبر أجهزته الأمنية قمع بذريعة زعزعة الأمن خلف عشرات الضحايا من المدنيين ما بين قتيل وجريح في الأحواز والخفاجية والفلاحية والسوس وغيرها من المدن التي لم تطالب إلا بأدنى سبل العيش وفقا لتقارير حقوقية وناشطين قمع مفرط لم يعني الكثير لسكان الأحواز بل امتدت مظاهراتهم ليس فقط إلى باقي المدن العربية بل إلى غير العربية منها وتخلل التظاهرات قطع طرق رئيسة بين مدينتي خرمباد وبروجرد كما وجدت التظاهرات صداها في مدينتي مشهد شرقي إيران ويزدان شهر بمحافظة أصفهان تفجر تظاهرات الأحواز حذر منه سياسيون وبرلمانيون بجانب مختصين من أن عواقب نقل المياه من مصادرها في جبال زاكروس باتجاه الهضبة الإيرانية وبناء عشرات السدود شمالي الأحواز وفي المحافظات الفارسية والكردية وتحويل مجاري الأنهار إلى أصفهان تسبب بجفاف غير مسبوق في المنطقة تفشت على إثره البطالة وأدى إلى موت عدد كبير من الحيوانات ونفوق أطنان من الأسماك